السلام عليكم ورحمة الله ازيكم يا حلوين يا رب تكونوا بخير بقنا كتير او من نزلناش فيديوهات بس ان شاء الله اللي جاي احسن يلا بنا الناردة هنفرز المنجز مليا السوق بسعرها كويس يعني المنجز زبدية ديت الكيلو بعشرة جنيه ده قطاع عند البايع لو هتجدوا جملة هيتبقى ارخص من كده انا غسلتها كويس جدا وبعدين حطتها تصفى ما تقللش السمار ده ده لون في الجلد نضيفها ما تقللش مش نتوسخها تمام انا غسلتها عشان لما اجي قشرة دلوقتي وانا مسكها ايدي متتوسخش من الجلد وانا هرجع امسك المنجزة اللحمة بتاعها بايدي تاني فضروري نحن نغسلها عشان ايه نضمن النظافة تمام ايبتها كده وبقشرها بالقشارة ما عندك ايش او مستصعبة للقشارة بالسكين ما فيش اي مشكلة خالص لمهم اللين تتقشريها تمام في ناس بتحطها بقشرةها كده المنجاة منجتها كده في الفريزر وتطلع من الفريزر تقشرها وبتبدأ تستخدمها بس خلينا متفقين اي منجة التفريزر هي المنجة الزبدية تمام انا قشارها كلها كويس اوي 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 كده زي ما انتم شايفين تمام حابة بقى تقطعيها مكعبات عشان مسلا بتعملي كنافة بالمنجا ولا حاجة اوكي عايزة تقطعها شرايح ماشي عايزة تقطعها كده قطع صغيرة او اللي هي مستوية زي ما انتم شايفها كده للعصير اوكي في ناس بتحبها كده تمام انا بقى بدأت اخذ اللي هي مستوية شوية نيق طرية شوية كده اه بعملها بالسكينة زي ما انتم شايفها كده علشان دي هسيبقى للعصير اوكي هبدأ بقى اللي هي الشرايح دي اللي ما اسكى نفسها شوية قطعها مكعبات واحطها في جنب طبعا ناخد منها برضي المستوية حطه في الطبق ده اللي هو يتعمل عصير اما اللي هقطعها مكعبات ديت لمسلا كنافة بالمانجا او لو احنا نعمل طرطية او حاجة نحطه في النص كده مكعبات مانجا بتبقاش هتلاح حلوة قوي وبرضو هسيب معاكو شوية متقشرين الواحدة بحديتها كده في كيس برضو عشان لو حبينا برضو ايه نقطعها شرايح كده ولا حاجة برضو على على طرطة على وش برضو كناسة على اي حاجة انت عايزها على جاتو اي حاجة يعني اوكي هنزين بها برضو ايه ما فيهش مشكلة خالص تمام انا قطعت بقى كمية مناسبة كده من اللي هي المكعبات خلصتها خلاص ودي بقى اللي هي مستوية دي بقيت الحباية انا كنت باخد بقطع من قدام ومن ورا ومن فوق ومن تحت تفاهميني يعني بقطع من اربع جوانب بتاعت البزرة بيتبقى طبعا في البزرة شوية منجنة رغض شيرها كده بالسكينة علشان يبقى ددال خلط دمه عايزة تحطيه كده فرزيه اوكي عايزة تحطيه مية بسكر ومية بسكر وما تضربه في الخلط او ممكن تحط المية بسكر وما تضربهش في الخلط برحتك يعني بس هي دي طريقتي انا كده برضو بقيت اعبي كده في كياس احطه في الفريزر اطلع الكيس يبقى على قد شوية العصير اللي انا هعمل ايه عندك ديوف حابة ان تطلع كيس اثنين تلاتة على حسب العدد اللي عندك اوه يبقى معك تمام برضو الفكهة دي كويسة هلحط الكيس في قلب كوباية وتملك كوباية بحيس ان الاكياس كلها هتبقى قد بعضها تمام فاهمة قصدي يعني اقول الفيديو شريح نفسي هخلص بقى كل الكيمياء دي زي ما انا قلتلكم اهم حاجة اهم حاجة تكون منجة زبدية الزبدية هي اللي بتتفرز هتتفرز معاك اللي هتغير لون ولا تغير ريحة ولا طعم ولا اي حاجة ان شاء الله تمام ده اللي هو اللي اقولتلكم ده مكعبتها هي واللي وراها ديت اللي هي هتتعمل عصير وزي ما قلتلكم انا حطرت كده وحدات كده لوحدهم عشان نبقى نطلع منهم شريح برضو حلوة قوي قوي ممتازة لفكرة دي جرباها ان شاء الله هتعجبك قدام دي بقى المكعبات هنبدأ برضو انا جبت هنا برضو نفس الكوباية حطت فا الكيس وهبدأ برضو احط فيها من المكعبات كده بمعلقة برضو املك كوباية وبعد كده اقفلاها عشان اكون مش حطة كتير في كيس اكون اطلع على قد احتياجات يعني احتاجت برضو كسيرن عادي ممكن لو عندك تبق في اللي تحطي وتغلي فيها بالستريتش رول عادي ما فيش مشكلة خالص وممكن في اللي هي العلة بالبلاستيك تمام حطة التفريز دي بتاعتك انت يعني براحتك خالص كل واحد وامكانياته وظروفه وانت شايف بيتك مسموح اللي انت هتجي بيه كياس او علب او ضق فيلم واللي هيفيدك اكتر كل واحدة بقى وطبعا وبيتها المكان اللي انت هتفرز فيه يعني عندك الدف فريزر وفي مكان هيبن معاك موضوع العلب ده ممتاز جدا ما فيش دف فريزر وفي فريزر صغير او او انت عندك الدف فريزر بس مليان ما شاء الله انت بتبقي شايفة بيتك والمكان اللي عندك محتاج ايه محتاج علب ولا كياس ولا أطباق تمام بس ايه برضو فكرة الأطباق والعلب ممتازة برضو مش وحش بس وانا كده خلصت الكمية كلها الحقوبة اخذ زنوار اليومين دول سعرها حلوة قوي قوي وده كان فيديو النار ديمانات يا رب يكون عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير كتير اهم حاجة سابس كراب للقناة وفعل زر الجرس والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفاق